اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامير ساعة بنسمع ان واحد ام النوم لقى ابقه معبوج وعينيه مفتوحة مش عارف يقفلها ومش عارف يحرك نص الوش بتاعه يجي يتكلم مش عارف يتكلم بشكل كويس فطبعا بيخاف جدا ويترعب واهله كمان بيخافه ويترعبه لتكون دي جلطة في المخ ويجروا على المستشفى هناك الدكتور بيكشف عليه وبيفحصه كويس جدا وبعدين يقول لهم ما تخافوش دي حاجة اسمها التهاب عصب سابع وليس جلطة في المخ وخد العلاج ده واعمل علاج طبيعي وتابع معانا في العيادة الخارجية فتعالوا مع بعض نتكلم عن التهاب العصب السابع او شلل العصب السابع بالس بولسي ايه هي الاعراض بتاعته وازاي بنشخصه وازاي بنعالجه وازاي بنفرقه عن المشاكل الاخطر زي جلطات المخ مثلا طبعا دي حلقة مخصصة للأطباء حديث التخرج وما تنساش في البداية اعمل لا دايك للفيديو بص يا سيدي العصب السابع ده عصب مسؤول عن التحكم في عضلات الوجه هو اللي بتحكم في العضلات وفي تعابير الوش بتاعنا طبعا عندنا عصب يمين وعصب شمال كل واحد فيهم مسؤول عن نص الوش بتاعه وكمان ليه بعض الوظيف التانية زي مثلا التزوق زي مثلا الاحساس بالجلد اللي خلف الأزن زي مثلا التحكم في اللعاب والتحكم في الدموع لكن اللي همنا في موضوعنا النهاردة انه بيتحكم في عضلات الوجه والعصب السابع ده ممكن يحصل فيه التهاب وهو ماشي في المسار بتاعه لانه بيعدي من قنوات عظمية ضيقة فلو حصل فيه التهاب بيتخنق وتبدأ تظهر الأعراض ويبدأ يظهر ضعفه والشلل في نصف الوجه وصحيح ان ما فيش سبب واضح ومباشر للبيلس بولسي ده لكن بيقولوا ان فيه عوامل كده مساعدة زي مثلا العدوى الفيروسية ممكن تكون عامل مساعد زي الهرب السيمبليكس والسيتوميجالوفيروس وغيرها وغيرها كمان بعض العوامل المناعية والالتهابية كمان لاحظنا انه بيجي لبعض الناس بعد التعرض لطيارات الهوى الشديد واحد راكل متوسيكل مثلا والهوى عمال يضرب فيه فيجيله عصب سابع او واحد قاعد في شباك برضو الهوى بيضرب فيه جامد فيجيله التهاف العصب السابع واحيانا بدون حاجة خالص والرجل نايم في امان الله يصحى يلاقي التهاف العصب السابع زي ما قلنا ولو جينا نتكلم عن الاعراض فالرجل بيجيله شلل او ضعف فيه عضلات نصف الوجه فيجي يقفل عينه مايعرفش يقفل عينه وممكن يبقى معاه قلة في الدموع وممكن الدموع تنزل على الوش ما تمشيش فيه مسارها الطبيعي وطبعا ده بيعرض عينه لخطر الجفاف والقرح وغيرها وغيرها من المشاكل لانه عينه مفتوحة على طول كمان من الاعراض انه ممكن يلاقي بققه تعوج او سقط لتحت مش عارف يبتسم بشكل كويس مش عارف يتكلم بشكل كويس ولو جي يبتسم بققه يتعوج ناحية الناحية السليمة في بعض الحالات اللعاب ينزل من الناحية المصابة الخطوط اللي على الجبهة دي التجاعيد دي بتلاقيها مختفية على الناحية المصابة عنده ممكن بعض المرضى يبقى عندهم مشكلة في التزوك ممكن بعض المرضى يبقى عندهم قلم خلف الأزن ممكن بعض المرضى يبقى عندهم حساسية جديدة للصوت مش عايز يسمع اي صوت وانت لما تقول للعيان ارفع حواجبك ما يعرفش والخطوط دي كده كده مختفية ما بتظهرش تقول له بتسم ما يعرفش يجي بتسم بقه يتعوج على الناحية السليمة لان الناحية المصابة مش شغالة تقول له ام لبقك هوا زي كده ما يعرفش الهوا يخرج برضو من الناحية المصابة غمض عينيك يعمل حاج برضو ما يعرفش تيجي تعمل له كورنيا الريفليكس زي ما احنا عارفين تحط القطنة كده على الكورنيا بتاعته فاللاقي العين المصابة مش بترمش اما العين السليمة اللي ايها شغالة والتهاب العصب السابع ده او شلل العصب السابع ده بيخف اصلا لوحده وبدون اثر في حوالي من 80 ل 90% من الحالات يعني معظم الحالات بيخف وبيرجع زي الفل لكن بياخد وقت شوية حوالي من شهر ونص لتلاتة او الى ستة شهور احيانا ونسبة بس هي اللي ممكن يتبقى فيها اثر بعد هذه المدة حوالي 10% من الحالات خصوصا لو كان المريض ده كبير في السن او معاها امراض مزمنة كتير زي السكر وغيرها او لو من البداية الاصابة كانت شديدة قوي في العصب السابع لكن 90% من الحالات او معظم الحالات بتخف وبدون اثر وحضرتك يا دكتور لو جالك مريض ومعاها شلل في نصف الوجه فانت طبعا بتفحصه فحص كويس جدا وبتتأكد الاول انه يونيلاترال انه ياخد جانب واحد من الوجه والضعف في العضلات مؤثر على نصف الوجه كاملا فوق وتحت لانه لو مؤثر على النصف الاسفل فقط فاحنا بنخاف من الاسباب السنترال يكون عنده ستروك او هيمورج او برينت يومر او حاجة زي كده لان الاجزاء العلوية دي بيكون التحكم فيها من فوق من على الناحيتين عشان كده لو ناحية فيهم اصيبت الناحية التانية هتشتغل عادي عشان كده لو لقينا نصف الوجه العلوي او التلت العلوي شغال كويس فلازم نفكر فيه السنترال كوزيز زي الاستروك والتيومرز وما الى ذلك فالمهم ان انت بتفحص المريض بتاعك فبتلاقي انه عنده ضعف او شلل فيه نصف الوجه كاملا فبتفحص السي ان اس كاملا وبتفحص الباور او الموتر بتاع المريض والسنسيشنز بتاعته كلها والسيربيلر فانكشنز بتاعته وباقي الكرينيا النيرفز هما كمان طبعا ولو كل ده طلع طبيعي طبعا فيه فيديو عن ازاي تفحص المخ والاعصاب كاملا هسيب لك الرابط بتاعه تحت المهم ان انت بتفحصه كاملا فلو كل ده طلع تمام والوعي بتاع المريض تمام وكمان لازم تفحص الاوزن بشكل كويس جدا مايكونش عنده مثلا بيرفوريت التمبانيك ميمبريين او عنده سجب في طابلة الاوزن مايكونش فيه صديد بيخرج من الاوزن ولا سائل بيخرج من الاوزن مايكونش عنده اوتايتس ميديا مايكونش عنده فيزيكل او راش لايكون رامساي هانت سندروم فالمهم ان انت بتفحص الاوزن كويس جدا او لو معاك طبيب انف اوزن وحنجرة يفحصه لك كويس جدا فلو كل ده طلع تمام ومفيش اي اعراض او علامات تانية فخلاص التشخيص قدامك بيكون واضح ان دي حالة او شلل العصب السابع وبالنسبة للفحصات فزي ما قلتلك لو التشخيص قدامك واضح ان دي حالة يعني مافيش اي اعراض ولا علامات لاي مشكلة تانية والرجل ايديه كويسين ورجليه كويسين والوعي بتاعه كويس ومافيش اي مشكلة في الاوزن مافيش حاجة تانية خالص غالبا مش بنطلب اي فحصات والتشخيص بيكون لكن لو انت شاكك شوية او مش متأكد فممكن نعمل سيتي برين او مر اي برين كمان لو في اي اسباب تانية انت شاكك فيها اعمل الفحصات اللازمة لها زي اللي في الصورة كده مثلا كمان لو شخص تشخص ان بيلس بولسي لكنه لم يتحسن مع الوقت او الاعراض عمالة تزداد مع الوقت في الحالة دي برضو بنعمل تصوير نعمل اشعة مقطعية او رانين مغناطيسي عشان نشوف السبب ايه او يكون في حاجة ضغطة على العصب تكون شوانومة مثلا او هيمانجيومة او اي حاجة تانية وبالنسبة للعلاج فالمريض اللي عنده بيلس بولسي برضو غالبا بيخف الوحده بدون اي علاج لكن في بعض الادوية بتساعد وتسرع عملية الشفاء وتساعد انه مايحصلش اثار تتبقى بعد كده واهم دويين هم الكورتيزون ومضادات الفيروسيات ودول مهمين جدا خصوصا لو بدأناهم بدري في اول تلات ايام من المرض فبند المريض بتاعنا كورتيزون حاجة زي بريدنيزولون بجرعة 60 ميلي جرام في اليوم لمدة 6 ايام وبعد كده نبدأ نسحب الجرعة على مدار 4 ايام بالاضافة الى الانتي فيرال زي أسايكلوفير بجرعة 400 ميلي جرام خمس مرات في اليوم لمدة 10 ايام او ممكن ندي مكانه حاجة اسمها فالسيكلوفير بجرعة 500 ميلي جرام مرتين في اليوم لمدة 5 ايام بس وطبعا لو بند المريض بتاعنا كورتيزون فبنخلي بالنا لو كان مريض سكر مريض ارتفاع ضغط عالي عنده تي بي يعني بعض الاحتياطات طبعا مع الكورتيزون كلنا عارفين وهم دول الدوايين الاساسيين في العلاج لكن بعض الاطباء ممكن يكتبوا حاجة زي فيتامين ب12 فيتامين ب بتساعد شوية برضو معنا ولو فيه قلم ولا حاجة زي ما قلنا ممكن ندي له مسكنات زي البرستامول او ابوبروفين او أسبرين مثلا الجزء الثاني من العلاج هو ان احنا بنحمي العين لان احنا قلنا العين مفتوحة وعرضة للجفاف والقرح والحاجات دي كلها فبنحمي العين بندى للمريض بتاعنا قطرة مرتبة أثناء النهار وندي له مرهم مرتب أثناء النوم في بعض اطباء الرمض بيغطي العين البعض الاخر بيركب شريط لاصق بيلزق جفن العين كده ويقفل العين وبعض الحلول التانية لكن اشهر حاجة احنا عارفينها هي قطرة العين ومرهم العين عشان نحافز على ترطيب العين طول الوقت ونحميها من الجفاف ومن المشاكل الجزء الثالث في العلاج هو العلاج الطبيعي والتمرين وده طبعا يكون مع اخصاء علاج طبيعي ممكن يبقى فيه كمدات وتدليك وتمرين المريض بيعملها وأحيانا تحفيز كهرباء للعصب وفي فيديو عن التمرين دي لقيته جميل جدا على اليوتيوب هسيب لك الرابط بتاعه تحت في الوصف تقدر تشوفه الجزء الرابع في العلاج هو التدخلات الجراحية حاجة مثلا زي او ازالة الضغط عن العصب السابع ده لكن ده مختلف عليه وإلى حد ما مش بيتعمل كمان فيه بعض التدخلات الجراحية الأخرى عشان نحسن منظر الوجه وعشان نساعد في الوظيفة شوية بتاعة عضلات الوجه لكن التدخلات دي بتكون أكتر في المرضى اللي تبقى ليهم أثر بعد فترات طويلة ممكن بعد الجراحات زي اللي قدامك دي تساعد شوية زي ما قلنا في وظيفة عضلات الوجه وفيه شكل الوجه كمان ودلوقتي نقط سريعة هل التهاب العصب السابع او شلل العصب السابع ممكن يرد مرة تانية؟ الإجابة نعم ممكن يرد خصوصا لو فيه تاريخ مرضي في الأسرة وانت كدكتور لو جالك مريض وجاله التهاب العصب السابع في نفس النحية أكتر من مرة فانت لازم تعمل فحصات زي الأشعة المقطعية والرنين عشان تستبعد الأسباب الأخرى اللي ممكن تعمل كده زي مالتبل سكلوروزيز ساركويدوزيز او لو فيه تيومر ولا حاجة في العصب السابع او في البرتولتجلاند وغيرها يعني التهاب العصب السابع متفاوت الشدة مش كل المرضى زي بعض احنا بنأسهم إلى ست درجات الدرجة الأولى ممكن ما ناخدش بالنا منها أصلا لأن الضعف فيها بسيط جدا ممكن ما نلاحظوش الدرجة السادسة هي أشد درجة وبيكون فيه شلل كامل في عضلات الوجه فوق وتحت زي ما قلنا بالإضافة لألم خلف الأذن التزوق يبقى فيه مشكلة اللعاب وهكذا يعني يعتبر شلل كامل في العصب السابع بكل وظيفه فمش كل المرضى زي بعض شلل العصب السابع او البلس بولسي في معظم أحواله بتكون الأسباب زي ما قلنا كده حميدة مش حاجة خطر لكن بعض الحالات الأليلة ممكن يكون وراها سبب خطر شوية زي الأورام مثلا فالدكتور لو شك في أي حاجة بيعمل الفحوصات اللازمة عشان يشوف السبب اللي قدامه لكن في معظم الحالات بيكون بدون سبب خطير لو حصل شلل في العصب السابع على الناحيتين فدي حالة ندرة جدا ولو حصلت فلازم برضو نعمل فحوصات عشان نستبعد بعض الأسباب زي جوليان باري سندروم وزي المنينجايتس مثلا وزي الساركويدوزيس وغيرها وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا اللحظاتكم شكرا